أهلا بحضراتكم من جديد والحديث بقى عن منتخبنا الوطن لكن قبل ما خش لموضوع منتخبنا الوطن وآخر أخباره عايز أقول الخبر مهم جدا متعلق بأحد نجوم النادي الأهلي الكابتن بدري بنون نجمة النادي الأهلي ولاعب المنتخب المغربي كابتن سارة عبدالحفيز مدير الكورة وافق على طلب رغبة بدري بنون في الالتحاق ببعثة فريق النادي الأهلي في الإمارات للحضور والمشاركة مع الآلي مش مشاركة طبعا في المباراة نتيجة طبعا ابتعاده بسبب مضاعفات كورونا ولكن على الأقل وجوده كنحية معنوية مع فريق النادي الأهلي في كأس العالم للأندال هتنطلق جدا بإذن الله كابتن بدري بنون حرس على استئذان كابتن سيد مدير الكورة في هذا الأمر الالتحاق بمعسكر الفريق ويوم الأربع بإذن الله بدري بنون هيصل اليوم النهاردة إلى مقر إقامة فريق النادي الأهلي قدامكم على الشاشة دي الأطاة تحية وبس مباشر من مقر إقامة باسة فريق النادي الأهلي في أبو ظبي بعد المحاضرة الفنية والتحرك مباشرة إلى ملعب التدريب كلنا عارفين خلاص النادي الأهلي يمكن دخل بقى في مرحلة الاستعداد للمباريات قدامنا هو مصطفى شبير زيادة طارق محمد عدد من اللعيبة كمان وهم موجودين وطبعا الإجراءات الاحترازية ده شيء يعني مسلم بيه دايما في كل رحلات النادي الأهلي ومشاركات النادي الأهلي في مبارياته سواء الدولية أو القرية كمان قدامنا هو لويس ساميكي سوني والنقطة كمان الواضحة لكل الناس اللي يتابعون بهذه اللقطات محمد هاني كريم فؤاد الكل لابس المسك كل بيطبع الإجراءات الاحترازية زي ما انتوا شايفين يعني البعثة كلها سفرت من هنا الحمد لله كانت سلبي كورونا أول ما وصلت المطار المهندس خالد مرتاجي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس البعثة المسحة في المطار ثبتت أن فيه إيجابية العينة فدخل حجر صحي قعد فيه 24 ساعة وتعاملت مسحة تانية وخرج لما كان المهندس خالد مرتاجي الإيجابية للمسحة عملوا مسحة تانية للبعثة بالكامل فرغم أن البيتسو مسيماني كانت المسحة سلبية لما أعادوا المسحة من تانية طلعت إيجابية فدخل حجر صحي عشان كده فيه جراءات احترازية على أعلى مستوى بالنسبة لي بعثة فريق النادي الأهلي قدامنا كمان طاهر محمد طاهر وكمان الشي اللافت للنظر في هذه الأوقات اللي قدامي أحمد عبدالقادر هو كمان هو لسه خارج من المحاضرة ويركب الأوتوبيس في حافلتين أوتوبيسين مع النادي الأهلي وده طبعا عشان التباعد الاجتماعي محمد مغربي حسين الشحات محمود وحيد وحسين الشحات يعني قاين بدور المزيع والمراسل والدور الإعلامي في هذه الرحلة وإن شاء الله يبقى موفق مع النادي الأهلي في مباراة السبت القادم البطولة دي ده حديدا وش الخير على حسين الشحات لما كان بيلعب مع العين الإماراتي ووصل للمباراة النهائية وكان بيواجه بالتأكيد ريال مدريد وعمل مباراة كبيرة جدا مع فريق العين الإماراتي زي ما قلت في حفلتين ده تطبيقا طبعا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والفيفا بيطبق إجراءات احترازية صارمة بشكل كبير جدا منعا ليه انتشار فيروس كورونا وأساسا كمان بغض النظر عن الفيفا طبعا الأخوة الأشقاء في الإمارات أصلا كمان بيطبق الإجراءات الاحترازية يوميا ده بشكل دائم الحصول على اللقاح والتطعمات ده شرطة أساسي للدخول إلى الإمارات إجراء المسحة قبل الدخول لأي مكان رسمي ده شرطة أساسي بغض النظر عن الفعاليات والأحداث الرياضية دي جراءات طبية موجودة في الإمارات على أعلى مستوى زي ما نشايفين طبعا كل الزملاء الإعلاميين اللي موجودين في التخطيط البعثة الإعلامية كمان الجانب الإداري والجانب القانوني الخاص ببعثة النادي الأهلي في هذه الرحلة وفيه طبعا مندوب رسمي ووفد رسمي من اللجنة المنظمة المحلية متواجد على طول مع بعثة فريق النادي الأهلي في الإمارات ومن خلال أيضا مندوب الفيفا بيبقى فيه أكتر من مندوب موجود مع كل بعثة رسمية في البطولة أولا مندوب الاتحاد الدولي فيفا ومندوب اللجنة المنظمة المحلية قدامنا بقى قلبي الدفاع في هذه البطولة يعني ما عندناش غيرهم ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويكون بديل لهم محمد مغربي الحاوي وليد سليمان أليو ديانج نجم خط وسط منتخب مالي التحق بالبعثة وموجود مع النادي الأهلي في الإمارات كمان عن شوفه بعد شوية برضو كمان أكيد علي معلول بعد انتهاء المحاضرة وقبل ركوب الأوتوبيس والاستعداد للمغادرة قدامنا هو كريم فؤاد طبعا أحد لعاب النادي الأهلي اللي ممكن يؤدي في أكتر من مركز في هذه المباريات يعني إن شاء الله بإذن الله يقدر الأهلي يعمل نتائج كويسة في هذه البطولة آه كلنا عارفين الظروف وعارفين النتائج أو الغيابات قدامنا كمان محمد مجدي أفشا نجم خط وسط فريق النادي الأهلي عايز أن لكم التمرين بالضبط هيكون الساعة ستة ونص بتوقيت القاهرة على استاد زايد للكريكت ده ملعب فرعي مخصص للنادي الأهلي للتدريبات عليه خلال هذه البطولة حمزة علاء حارس المرمى كمان موجود الأهلي رايح بأربع حراس مرمى علي لطفي مصطفى شبير حمزة علاء في هذه البطولة معاهم أربع حراس مرمى والتدريب هيكون زي ما قلت على الملعب الفرعي الاستاد زايد للكريكت ويمكن مسافته مش بعيدة قريبة جدا من مقر إقامة بيعسة فريق النادي الأهلي المسافات مش بعيدة وكل الأمور يعني التوقيتات متحددة بالضيئة وبالثانية التحرك مثلا ستة لربع التمرين الفريق يوصل ستة يبدأ التمرين ستة ونص عموما دي كانت آخر أخبار بيعسة فريق النادي الأهلي وكل الكواريس الخاصة بالبعسة أخرج إلى فصل ونرجع مع بعض نبدأ نتكلم بقى بسرعة عن المنتخب ونشوف مشاركات الجماهير في آخر فقرة من برنامج التريند شكرا لكم